اشتركوا في القناة 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 فوسك طريط انك تخلي الخدمة متاعك انتي والوالدة متاعه. احكينا. بالحق انا من نهارة 25 نوفمبر 2018 ما عارش راحي خدمت نهار. ومعنديش مخ اصلا باش نخدمان. فهمت? معاش عندي حتى قوق في الحياة كان اياد ودامة كهو. فهمت? الله يرحم والديهم معانتها الناس سليمان. الله يرحم والديهم من نس كل. فهمت? في الوقت ذاك سمعوا باياد اللي هو مريض وعنده معانتها المرضى الخيب وكذا. عملوا له الشققات معانتها في حوانة في سليمان. مبادرة معانتها طيبة. الله يرحم والديهم. فهمت? كل المبادرة ذيكة معانتها خلتني انا باش نزيد نتحرك شوية مع اياد ناخف معاه ونزيد نفركس له على العلاج متاعهم ومي بش يكون وكذا. فهمت? معانتها الله يرحم والديهم الناس كلهم معانتها اللي عاونت اياد. فهمت? لكن عاونت متجمش ترجع ودخلو زي داعتي. صحي. هذيك الحاجة اللي رزينا. فهمت? التوكي يسمع باياد عنده تو ستة شهور. وبوهم ازيل يلوج معانتها بش يعالج في ولده. دونك معانت تلعبات ولدك كيفيى وبالرغم اللي فمها جمعية معانتها معانتها في الباشر متاعها. اللي هي تعهدت باياد فهمت? متاع امراض السرطان. أشنيها الجمعية? جمعية السيدة روضا بن مليت. مختصة في امراض السرطان. اللي هي معانتها معانتها في الباشر متاعها واللي هما. وبالرغم اللي انا نهار عيتولي معايا اياد يفتتاح مقار جديد. عيتولي. على اساس اياد معانتها في يد امينة حتى fal thai. لوقت 애�ذاك ووقت اللي اياد بدي معتها. المرض متاعه فرحت انا فرحت تلمو معنتها. من بعد كان فانا نشوف تصورها بتفعل فيسبوك تعاهدنا وكذاب اياد وكياه و اياد فمتا. دونك وقت لي هما اصلا حتى التليفون ما يهزوشي واسئلوا عليه اياد. شنو التعاهد اللي تعاهدوا بي. فمتا. معانتها يغلطوا في الناس. سبحان الله انا واحد البارح جاي حكيا معايا في الموضوع هذا. اخي قال لي ما الجامعية تعاهدت بي. انا جامعية قلت له. انا نسيتها تلمو معانتها الباج ما وراني معانتها الباج اللي هي تعاهدت بي ايه جميم. قلت له اخوي يا راو كذب انا بالنسبة ليا انا هكتشوف معانتها اعطيتو اللي انا راني قاعد معانتها نخلص من جيبي وندفع في شيكيت ونخلص معانتها فهمتا. والناس معانتها تشوف فيا انا كيفاش معانتها تشوف في الحالة متاع اياد كيفاش متعاكرة ويشوفوا معانتها انا كيفاش تعب. ما تعبيت تستغل في مرض صغير باش اه اه طلع على الجامعية. انا طوما ارش عليش. لكن لازم نعطيوها قرد زادة للجامعية باش اه نعرفو اكثر التفاصيل هذين شوفوها شوية اخو. ما نعرضش انا عليش ايه. بح نرجعو الحالة اياد دونك خرجت الفلف من مكانها ازا ما هتتنحى. ازا ما هتتنحى ونحيناها الفلف عمللو عمالي اقبراسيونة حولو الفلف فهمتا. دونك الحالة متاعه طوى مزل معانتها بشوية بشوية بعد الفلف شنو بشن اه. بشترجع تتعكر معانتها طوى تبير رطحه اه عاشر ايام على اساس ونطندون شوفو حتى الحالة شنية بالضبط نعودو نعملولو سكانير واللياريام ونشوفو معانتها التالب شنوه معانتها ينجم يكون اياد معانش ينجم يشرق معانش ينجم يبلع الماكلة فهمتا. معانتها تتوقع كل شي منه المرضى ذا فهمتا. الناس اللي عاون تعطيهم الصحة ويرحم والديهم وليحب يزيز يعاون زادا مرحبا بي. حتى الناس اللي يسمعو فينا وليحبو يعاونو اياد زادا ينجمو يعاونو. يتصلوا بنا يعطيوه رقمك انتي سيهي شام ويتصلوا بك انتي تكون معانتها العلاقة ما بينتكم احنا جوز نكونوا واسطة باش نوصلكم لبعثكم. سنو الفلوس وكل شيء يجيو ليدك انتي يتصلوا بك انتي ويعطيوك الفلوس لك انتي. بربي باشنا بالمناسبة هذي باش نشكر سيوى وقت اللي وصلت انا في الكلينيك اخر مرة معانتها باش نخلص المصاريف امتاع اياد. دونك هذيت انا معاندي هوني مش كونش نكلم في الوقت هذيك فهمت. تجأت لي هو هذيت تليفونه وكلمته. قال لي شنو باش تحبني النجم من عونك. قلت له روئياتش يخرج من الكلينيك ما عنديش فلوس. اصلا فلوس ما عاش عندي فهمت. قال لي توم امو عني جايك. معانتها ودي جاء كل شيء معانتها كل شيء موجود فهمت كيفاش معانتها ووقف معايا وخلص معايا ويرحم والديه من فوق. يعني تصح. ودي جاء زادة معانتها البيضرة اللي عملها في امتاع معانتها الجامعية معانتها باش تتكفل معانتها بالمصاريف متاع اياد طواء في الدخول متاع البرتي الاخرى. امم. ويرحم والديهم معانتها جماعة سليمين كلهم معانتها اللي ويخفينو مع اياد. امم. وراهو شوف برشا قاعدين يعاونو في اياد. ويرحم والديهم انا هذيك شعندي ما اقول كيما شيها بروس الله يرحم والديهم معانتها فهمت. امم. ام. اقال ليش سمع الصباح، قمت بها. لقد أعطيتون الوراق في الكنام الوحيان فيها. كله اللهم الأمسل، حتى نحن باللattue لديكم. وقمت بها، فأنت معي المشات الله يرحم موديها من العميم من المجمين من فم ڤاكتو اياده، يرحم موديها على الشققات، ويعطوا فيها مع恭و عندما كان لديمه فكرة سأظن لديك المراكسة، تأثنون الناس تطيقون المصارين. لاسي نورمال ما نجمش. ещё وعلت نساي في الشيكات معتها شيكات معاتها شيكات آآ يا كاكrebbe. اعتيني انا اياد. يعطيني اياد يبرق مثلا هو. مع بعدتكicias مش مشكلة انا فاهمت quiénنجا حال ولدي انا عنديش حتى فلوس انستعمل شيك. Héه مش حل راهو. نعرف اللي هو مش حل ما انا بالنسبة لأنا انجا حال ولدي وما عنديش حتى حل عشو نعمله ان. ايزمني انا نحل مشكلة يا كاك. ونطلب الناس countries اللي معانتها يعرفوا اياد شميم. روا اياد مستحق لهم. ينجم هدوى في الايام اياد يطلب معتها عملية اني سير له فما دوية موجود اه مش مت في تونس موجود دوية نجم في البرة في الخارج نجل ومعانتها دوية. حتى حتى الشخصي نجم يعاونك انه تبع في الدوسية متاع اياد للخارج لبعض البلدين اللي تشوف انه ينجموا يعاونوا اياد ده في الحالة. متعوا بتتخفى محل البر. ان شاء الله. حتى الشخصي نجم يعاونك في الحكاية دي على الاشلام. انت يتصل بك وتنسقوا ومبعثكم وحتى الفلوس مسيش. ان بعد تجيل الناس الخير راهم زيت موجودة. ان شاء الله. والقلب البيهي بتاعت تنسع. ان شاء الله. ان شاء الله. انا وقت لي يخزرلي اياد هايك عم عينيه. حس انا ولدي يحب يعيش. مزال يحب يعيش. يقاومي. حمزالي يقاوم اياد. اكيد صغير. معانتها كيفاش ما يلزمنيش نسلم فيه انا اياد طوى. فهمت? يلزمني واقفة معها الاخر لحظة. نوصل له صوته الاخر لحظة. عليش خاطر اياد طوى مريض. فهمت? مريض اياد لانه مريض بالحق معناتها. انا كابو معانتها صحية. عندي طوى ستة شو معانتها. ان نجرب اياد وعطيني انا معانتها فين العلاج متاع وفين بشي سير. فهمت? دونك طوى وقت لي وصلنا معانتها يلزم اياد غضوة ان عطا ينجم تصير له اي حاجة معانتها يلزم يرجع الكلينيك. في اي لحظة معانتها. في اي لحظة نجم يرجع الكلينيك وفي اي لحظة نجم معانتها تصير معانتها فلوس. معانتها نطلب من الناس يعاونوا اياد. اياد يقفوا معه. عاليش خاطر محتاج لهم طوى. في اللحظة هذه محتاج لهم. اكيد. اكيد وفهم باشا ناس يسمعوا فينا. اكيد دارت يعاونه. انشاء الله يا رب. مش طابط الفيديو زي ده على الباش فيسبوك. انشاء الله. تعمل عليها طلا يحطوا بعض الصور زي ده اللي مش تتأكدوا من حالة اي ايد والناس اللي يسمعوا فينا تنجموا تعاونوا اي ايد على ثين وسبعين ميتين وتسعة وسبعين مية وثمانية وثمانين ولا ثنين وسبعين ميتين و تسعة وسبعين ميتين وتسعة وسبعين مية وسبعين. هادو مزوز ارقام تتصلوا بنا نعطيوكم مرقم سي هشام تتصلوا به وتنسقوا مع بعثكم إذا كان فما عندكو كونت ولا حاجة محلولة كي مش تلادي لبعاد. يبعثوا به. نعطوا نحطوا النمورو شكرا لك سيهيشام. مرحبا. ان شاء الله ربي يشهي ييد وخلي ثقتك بربي والامل والتفائل هذوك الحاجات اللي. ان شاء الله. ان شاء الله. علش انا من اول نهار وقت اللي وصلت مع انت عرفت حالة ولدي برشة مع انت اللي يغزره للدوسين. تاعي يقول لي ما عنده حتى امل. ما عنده حتى يكمل في اياماته. فهمت? انا منش مصدقة لحكاية ذيك خطر فهمة ربي سبحانه في الدنيا. اكيد. انا بالنسبة لي انا كواليه كولدي وديمي. مازال يتنفس مازال يغزر لي. ا وايضا. اشتاعمل ما عندك بخير. اكيد. هذي حاجة اي ابو ولا ام يعرفش معانتها الكبدا ويعرفش معانتها عنده ولده مريض. دونك الناس اللي اسموا فينا نعود ذكركم. 72. 179. 188. وإلا 72. 179. 177 للناس اللي حبو يعاونو ييد. مسايلش حتى بمبلغ صغير. راهو كل مبلغ صغير اللي مبرشة مبلغ صغير. التولي مبلغ كبير ينجمو ويعاونوا ييد. إياد ديما مستحق الفلوس عسخة ينجم تسيلوا أي وقت يجبوا يتنقل المصاحة والمصاحة تعرفوا أكيد المصاريف اللي تنجر عليها في السبيطار ملقاوا حتى حال وحتى قالوا لكم معاش تجي معاش تجيب نكمل راديوتي ربي متاعوك ومعاش حالنا حتى حاجة بش نعمل حتى حال في الميكروة سيهيشين بش نسمعوك معتها إياد في المصاحة هو لقيت معانتها اللي تفاعل معها للطب الغادي وليهين بيه ومسالي عني بيه معانتهم أحسن معانتهم أحسن برشة في الدو لكن الغاديوتيغابي وليجي عليك أنك تعملوا في السبيطار خبش تكلف برشة كمش تعملوا في المصاح لقيتها عمانيه وصي يوم عاش تنجم تعود عاش يتعود فماش حال آخر بخل في الغاديوتيغابي فماش شميو ولا لا شميو لي معتها فما حاجة بارك هو الدواء دواء إيشاء الله يربي إيشاء الله نخطو بش نتحصلوا على الدواء فما دواء هو ما نجمتهم ستتحصلوا عليه وإلا في المستقبل بتكون فما حاجة في المستقبل فما شاء الله معان II نعتها وعدني إنه في المستقبل فما دواء معانتها بعد شاء الله نعمل الفالف مرة جاي إن شاء الله فما دواء بيش نستعملوها الإياد وشاء الله ربي معاه وشاء الله ربي إيش فيه إن شاء الله إيشاي الله إن شاء الله يعني دعوا تعود ذاكركم بحكية إياد إياد شمم عمره 8 سنين عصي المدينة سليمان عنده أساérتان في الدماغ ولا يتصغير مازال يحب يعيش مازال يحب يلعب مغروم بالكورة زيدا دونك اكيد مازال يحب يعيش في الحياة هذية 72-79-188 ولا 72-79-177 للناس اللي تحب تعاون إياد دونك نعطيك رقم أبوه تتصل به وتتطلقه ولا تبعثوله فلوس ولا تشوفوا كيفاش تتعامله شكرا ليك سيهيشام على حضورك بحثين الإذاع الأولى في الوطن القبلي